أقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو وزير الدفاع آفا جالنت مبررا ذلك بأنه لا يثق في إدارته للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بان أن نتنياهو عين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا جديدا للدفاع وجدعون ساعر وزيرا للخرجية شدد نتنياهو على أن أزمة الثقة التي حلت بينه وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة مشيرا إلى أنه على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما من جانبه أكد وزير الدفاع الإسرائيلي المقال ياف جالنت أن أمن إسرائيل كان وسيبقى دائما مهمته في الحياة